أبو عبد الرحمن من عمان يقول أنا رجل عمري 48 سنة لكن نفسي تحب الخلوة والنظر إلى المواقع الإباحية أحب قراءة القرآن وأعجز وأحب القيام والنوافل وأحيانا أعجز فما الحل أبو عبد الرحمن بارك الله فيك أسألك سؤال صادم مثل ما يقولون أسألك بالله يا أبو عبد الرحمن المواقع الإباحية هذه ترضى أني شوف أحد من أهلك معك ولو دخل عليك واحد من أهلك وأنت تنظر إلى هذه المواقع الإباحية وش تسوي كأني أسمعك الآن وأشوفك أشوفك وأسمعك تقول أغلق هذا الجهاز هناك عين تراك تطلع عليك تنظر إليك الله عز وجل الذي لا تخفى عليه من عبادي خافي ما يكون من نجوة تقول أنا خلوة ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كان فالله معك يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك ألم تعلم بأن الله يراك ألم تعلم بأن الله يسمعك هذه الخلوة بهذه المعصية اللي ممكن أنك لا يمكن أبداً ما يمكن أنك تسمح لأحد يشوفك كيف سمحت لنفسك بأنها تعصي الله مجاهرة بمثل هذا الأمر السر عند الله علانية ما في سر يخفى على الله عز وجل ولذلك أخي الفاضل تذكر هذا و أنت ضميرك مثل ما يقولون أنت ضميرك الله عز وجل مطلع عليك ناظر إليك يعلم الآن بأنك تعصيه سبحانه وتعالى و لذلك لا تجعل الله أصغر الناظرين في عينيك لا تجعل الله أصغر الناظرين في عينيك تمتنع عن طفل ممكن ما يفقه صغير ما تستطيع أنك تشوف هذه الأشياء خجلا منه تمتنع عن أي إنسان قريب أو بعيد لكن احذر احذر أن تجعل الله أصغر الناظرين في عينيك لا تتجرى على معصية الله و لا تكون شجاع هنا اعتقادا منك و الله ما حدراني لا هناك من يراك و هناك أيضا من يراك غير الله عز وجل الملائك عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و من حق هؤلاء الملائكة علينا أننا ما نعص الله حتى لا نؤذيهم لأن يتأذون من المؤمن إذا عصر الله سبحانه وتعالى فاتق الله يا أخي الفاضل بارك الله فيك